السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية تحية وسلاما ومحبة من جميع أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية في غزة وفريق الإنسانية أولا ومني أنا ياسر شاهين إلى حضرة أمير المؤمنين مرزى مصرور أحمد أيده الله بنصره العزيز وأطال في عمره وحفظه من كل مكروه وإلى جميع إخوتي وأخوات أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية في كل مكان وإلى كل من لبى دعوة الحضور إلى الجلسة السنوية في المملكة المتحدة بورك جمعكم واجتماعكم لتأييد الحق وإعلاء كلمة الإسلام الحقيقي هذا وعد الله هو الذي وضع اللبنة الأساسية لهذه الجماعة وأعد لها أقواما سوف تنضم إليها جميعا لأنه فعل ذلك القادر الذي لا شيء يعجزه وحده الله يعلم كم أنا فخور بالتحدث إليكم اليوم وكم نحبكم جميعا وكم نحن ممتنون لدعائكم لنا ومساندتكم ودعمكم اللامحدود للمظلومين والمحتاجين في غزة وفلسطين عملت الإنسانية أولا في فلسطين غزة أقامت خلالها العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية والتي خدمت ولا تزال إلى هذه اللحظة تخدم آلاف الأشخاص والأسر وفي ظل الحرب على غزة كانت الإنسانية أولا في مقدمة المنظمات الإنسانية التي استجابت لنداء الإغاثة كان ذلك كله بتوجيهات مباشرة من حضرة أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز وبالرغم من كل الظروف القاسية التي عانى منها فريق الإنسانية أولا في غزة خاصة وأننا جميعا أجبرنا على ترك بيوتنا تحت ضربات المدفعية وقصف الطائرات تمكننا بحمد الله من تنفيذ عدد من المشاريع كم هي عظيمة دعوات تلك المرأة العجوز لكم إذ ساهمتم بتوفير المأوى لها ولعائلتها حين فقدت كل شيء وكم هي جميلة فرحة تلك الطفلة التي أعدتم الابتسابة لها حين فقدت أباها وكم هي رائعة دعوات آلاف الأسر لكم إذ وفرتم بدعمكم لهم المياه الصالحة للشرب في ظل أزمة المياه الخانقة جزاكم الله أحسن الجزاء وأيدكم بنصره العزيز وأدام عليكم نعمة الأمن والأمان وحفظكم من كل مكروه